موسيقى مشاهدون الكرام رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج هنا الرواد ونطل عليكم بمواضيع جديدة وبضيوف مميزين آخرين واليوم لدينا في الستوديو ضيفة مميزة معانا في الستوديو الأستاذة مونة سليمان أهلا بكم فاصل قصير ونواصل جعلت مجموعة الرواد من عملية التنمية المستدامة ركنا أصيلا لمواكبة التطورات وتلبية الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة ويحتاجها الجيل المواكب الجديد فأوجدت لها علاقة خاصة مع الناشئة مع الجيل الجديد ضمن العملية التنموية نتابع التقرير التالي والتفاصيل ونرجع لنناقش الموضوع مع الأستاذ مونة نظرا لاعتبار مجموعة الرواد أن التنمية البشرية والتي هي القيام بعملية تطوير شاملة لعقل الإنسان في المجالات العلمية والتوعوية الإنسانية بكل ما يتعلق بالمستجدات في مجال العلم ومجالات الفكر فقد جعلت منها أحد أهم رسائلها وقد ركزت المجموعة اهتمامها بتكريس مفهوم التنمية الشاملة وذلك بتطوير كافة القطاعات من خلال آداء نشاطات وعمليات تساهم بإحداث التطورات كما تمنح العاملين ضمن مؤسستها أهمية بالغة حتى ينعكس ذلك في تعاملهم مع القطاعات الأخرى الموازية ولأن مجموعة الرواد تدرك أن التنمية الشاملة تعني القدر على إيجاد تغيير جزري كمي ونوعي وهيكلي في البيئة المحيطة بها ولتكون عبارة عن نظام اقتصادي واجتماعي وتربوي وخدماتي وإنتاجي أفردت المساحات المتاحة لهذا الفعل في كل أروقتها تعتبر المجموعة التنمية من العناصر الأساسية للاستقرار والتقدم الاجتماعي والإنساني ولديها فلسفة في إيصال هذا المفهوم وذلك من خلال التدريب والذي يقدم الفكر التنموي بشكل جزئي أو شامل باستمرار تتفاوت بأشكالها وتركز مجموعة الرواد على تحقيق الرقي والتقدم في مجالات الحياة الإنسانية والمضي قدما بالإنسان نحو الاستقرار المعيشي والرفاهية عبر العملية التنموية وتلبية متطلباته بكل ما يتماشى مع احتياجاته وإمكانياته في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وجعلت مجموعة الرواد من عملية التنمية المستدامة ركناً أصيلاً لمواكبة التطورات وتلبية الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة ويحتاجها الجيل المواكب فأوجدت لها علاقة خاصة مع الناشئة من الجيل الجديد ضمن العملية التنموية مع تمليكهم مفهوم النشاط الاقتصادي واستغلالهم للموارد في أداء العملية الإنتاجية وبالتالي القدرة على الوصول إلى إنتاج مخرجات تتمتع بنوعية جيدة ولتتحول إلى التنمية المندمجة ضمن منظومة الرواد والتي ناتجها رفع مستوى الفرص في الحياة للشباب ويكون هذا الارتفاع ملموساً فيما يتعلق بالخدمات الشاملة والإنتاج وينعكس ذلك على التنمية الاجتماعية التي تسعى مجموعة الرواد إيجادها في البعد والبد عبر تنمية التفاعلات وتطويرها بين جميع أطراف مكونات المجتمع والمتمثلة بالأفراد والجماعات والمؤسسات الاجتماعية أهلاً بكم مرة أخرى والآن لمناقشة الموضوع ألا وهو موضوع ثقافة التنمية الشاملة وتنمية فكرة الناشئة تنظم إلينا في الاستوديو الأستاذة مونة سليمان خبيرة تنمية فكرة الناشئة وتطوير الذات أهلاً بك أستاذة مونة أهلاً أستاذة مونة ممكن تعطينا فكرة عامة عن مفهوم تنمية قدرات الناشئة الناشئة في مجموعة جوانب إلها علاقة بأنك تشتغل عليهم مع بعض بنفس الطريقة بنفس الاجتهاد عندك الجانب أول شي جانب الروحي مفهوم الإله مفهوم الدين وقيام الدين أي أن كان الدين أو المذهب هذا بيعطي من الداخل قوة روحانية بتخليه هو قادر أنه يكون قوي في اتخاذ القرار في الثبات على الأرض نعم باتين عندك الجانب العقلي الجانب العقلي الحقيقة في جهتين بتشتغل عليه جهة المؤسسات الحكومية التربوية اللي هي مؤسسات المدرسة الابتدائية الإعدادية الثانوية والجهة الثانية الأسرة متابعة الأسرة لأنه التعليم ما بيعني التعليم بدون متابعة التعليم ما بيعني الوصول للغاية فقط طبعا بدون متابعة بدون المتابعة لا يمكن أنه يستقر هذا التعليم في داخل الطالب نعم فالمدرسة بتعطي المعلومة بنجي لحنا في البيت الأسرة بتعتني بهاي المعلومة بتأكدها في جوانب تانية غير هذا الجانب العقلي لما بتعمله إثراء مشان تربية الناشئة تكون صح وتنمية قدراتهم بيكون عندك إضافة للتعليم الأكاديمي بيكون عندك الأسرة للمفروض إضافة للمؤسسات الأخرى غير المنطقة التعليمية أو وزارة التربية في مؤسسات أخرى بتعني بالناشئة بتقدم لهم مصابقات لها علاقة بتعلم الشطر الوقت الناشئة لازم يكون مليان مليان بقيمة جدية يتضيف له لدماغه كل المكونات اللي يتأهله فيه ما بعد أنه شخص هذا يطالع يبرز مواهبه يكون قيادي يكون يشوف مهنته اللي بدي يختارها يشوف قراره في المستقبل لازم تعطيه تمكين التمكين بيجي أحيانا كتير لحنا مثلا منشوفها على سبيل المثال لعبة ما في السوق بس لحنا لما نمشتريها لحنا الأهل ما مننتبه أنه هاي لعبة شو رح تضيف لإبننا هذا كتير مهم هذا كتير مهم وأحيانا بتشوف لعبة بتطق يعني هاي مجموعة أشياء بتتركبها يعني ليش هي غالية هالأد بس لحنا ما منعرف على سبيل المثال يعني لما نعتنيت المنطقة التعليمية عن مستوى الدولي بالمصابقات الليجو الليجو عبارة عن مكعبات كان ممكن تلفت انتباه الأهل ممكن لا بس هي هي بتعطي صبر بتعطي قدرات تمييز بتعطي بعد إلو علاقة بالإبداع بتعطي حب الإختراء إذا كان ابنك عنده استعداد يخترع وبالتالي لحنا لما نشهدنا مصابقات الليجو نشهدنا اختراعات وأفكار كتير جميلة لأبنائنا وبالتالي تنمية قدرات الناشئة بتجي من المؤسسة التعليمية بتجي بالدرجة التانية من الأسرة لما بتتابع مواهب أولادها وبتوديهم هم بتعنوا العناء إنه يودوا يلعب كرة قدم يلعبها هي الأدرانين نعمل إحنا بداخل المنزل أدرانين نعمل غرفة العلاقة بالرياضة واللياقة بنعمل الأب والإم لازم يشاركوا أدرانين يلعبوا معه لعبة الشطرانج أدرانين يقروا كتاب مع بعض يناقشوه طبعا بفترة الغداء بفترة العشاء لازم يكون في مكتبة بالمدرسة ومكتبة في البيت توزيع قدسية الوقت توزيعه بطريقة جيدة بين الدراسة والنهل الثقافي هاي كتير مهمة لتربية الناشئة بعدين بيجيك الجانب الجسدي أنت عندك الجانب الجسدي يا أستاذي إلو علاقة بأتابع صحي ابني بفحوصات دائمة الناشئة وأتابع بنفس الوقت أسلوب طعامه قد يمكن أعطيه من هادلون الثقافتين كيف تنتبه أنه أنت عندك مشكلة صحية بحاجة لمراجعة المستشفى أو الطبيب المختص وأديش ممكن أنت تعتني بنظامك الغذائي بحيث أنه مهما كانت حافظ على كمية الطعام تبعك الوعي الصحي الوعي الصحي عدم إهماله بعدين بيجيك الجانب اللي هو أقوله علاقة هذا الجانب كتير مهم الجانب النفسي أديل إحنا عنا مجال أنه نعمل الصغاء لأبنائنا أنا بنصح كل أهل هم يأخذوا قرار الزواج يعرفوا أنه هذا قرار الزواج إلو علاقة بإنه إحنا نعمل أسرة والأسرة الشغلة كتير مقدسة لاستمرار البشرية لاستمرار نهضة الدولة فالبعد النفسي تبع الناشئة إلو علاقة بإنه إحنا نودي إبننا على المدرسة فالصبح هو يكون عنده عزوة أمه أو أبوه ودوه على المدرسة فاستقبلته هاي المؤسسة التعليمية بإنه أمه وأبوه اللي يودوه فسلموه من مكان آمن لمكان آمن تيجي العودة من المدرسة لحنا العودة تبقى أبنائنا من المدرسة أو من النادي الرياضي أو من أي مكان لازم تعرف أنه ابنك طلع لخارج نطاق الدائرة تبعك تبع المدرسة أو تبع البيت فهو تلقى معلومات فأنت لمن يرجع هذه الشحنة لازم تحسب يعني تسحبها منه تعرف هو شو تلقى وترجع تنظم له إياه أنه هذه المعلومة صاح وتعطي توسيع عليها أفهم المعلومة أو أصل للمعلومة صح في مخة يعني أخلي يفهم المعلومة من أهله يتقبلها أكثر إيجابية توسح له المفهوم وتدعمها سلبية تسحبها صحيح هذا الحوار له علاقة مش بالضرورة تقضي أنت ساعات مع الناشئة كأسرة وهو لما بيطلقى التعليم كمان ما بيقضي 24 ساعة بيطلقى التعليم 6 ساعة وبالتالي أنت إذا كان بتجهز له هذا الوقت بهدوءه بالابتسامي وبرحابة الصدر تبعك وبالإصغاء فن الإصغاء للناشئة نعم كتير مهم لحتى تسحب منه الشحنة السلبية إذا عنده شحنة سلبية ولازم ننتبه أنه الناشئة يكون المساحة داخل النفسية أقرب للتفاؤل والسعادة منها للتشاؤم والغضب نعم هذا كتير مهم بعدين بيجيك يا أستاذي الجانب اللي أنا بيعتبره كتير مهم الاجتماعي مفهوم الحي وواجبات الحي وحقوقه علينا نعم مفهوم الأسرة الأسرة الممتدة والأسرة النواة نعم كم أهد كتير مهمة بالجانب الاجتماعي إذا كان هو عنده جدة عنده خارج كبيرة في السن كتير هذا باب بيكون لحتى نفهم الناشئة شو معنات لأنه هو ممكن يطلع قيادي نعم هو بيأخذ هذه المدرسة الصغيرة من خلال أسرتنا إذا اعتنى وقدى واجبات اتجاه أسرته إذا كان اعتنى بأنه لا سمح الله عنده بالأسرة زوي احتياجات خاصة إذا كان اعتنى بكبار السن كل هذه دائرة بتأهله وبتحفزه فيما بعد هذا الناشئة شو باختار من المهن أنه يكون أشبع كل موارده الداخلية بكل جوانب الحياة الاجتماعية بمفهوم الحي والأسرة بدين بيجي عنا جانب أنا بيعتبره كثير جانب مهم الجانب المالي نعم الحقيقة لحنا دائما لازم ننتبه أنه نعطي مفهوم المال بطريقة صح للناشئة ليس كل غني شرير طبعا وليس كل فقير إنسان جيد صحيح أو خير يعني ليس الفقر خير وليس الغنى شر صح في بعض الأبنية يكونون خير وبعض الفقراء يكونون شر بصط صحيح فهذا المفهوم كثير لازم نحن نشتغل مع أبناءنا عليه نعم سواء كانت بيئته بيئة ثرية فننتبه كثير على هذه النقطة فندله كيف نوظف الثراء لتنمية المجتمع صحيح لمساعدة المجتمع وإذا كانت بيئته فقيرة فكمان الناشئة لازم يعرف أنه هاي البيئة اللي هو لظروف ما خلق فيها مش بالضرورة هي تكون شرع لي هي خير علي لأنه حتحفزه وتساعده أكتر أنه يجتهد على نفسه ويغير هي البيئة نعم عفوا أستاذة بما أننا فتحنا موضوع البيئة والتفكير ممكن نعرف شو علاقة تنمية قدرات الناشئة بالتفكير الإبداعي تنمية قدرات الناشئة بالتفكير الإبداعي كل شخص بنا عنده إبداع بزاوية ما نعم كل شخص ما في إطلاقا حدا من أبنائنا أو من الناشئة من أبنائنا ما بيكون شخص مميز لكن أحيانا كتير ضعف الحوار بين الأسرة والناشئة بتوه الناشئة عن وضع اليد بطريقة قوية على قدراتنا الإبداعية ضعف المؤسسات التعليمية ورديفاتها نعم كمان بيساهم بأنه الناشئة يفقد البوصلة تبعوه نعم طيب كيف ممكن نفصل بينهم التفكير الإبداعي وتنمية قدرات الناشئة كيف ممكن نفصل بينهم ما بينفصل بينهم تفكير الإبداعي وتنمية قدرات الناشئة نعم تنمية قدرات الناشئة بوصولها للتفكير الإبداعي هي غاية ما أنه تنجح في المؤسسات كافة سواء المؤسسات الأسرية البيئة الحاضنة لأم والأب الأسرة المبتدة والأسرة النواة وفي نفس الوقت البيئات التعليمية اللي هي جامعة نادي رياضي مؤسسات أخرى ردي في الألعاب نعم كلياتها لازم تساهم لحتى نوصل بس في تجربة بسنغافورة عجبتني كتير نعم أنه همي بسن الـ 11 عام نعم بياخدوا هذا الطالب هذا الناشئة وبيضلوا بيشتغلوا عليه لغاية سن الـ 14 سنة بكل فترة يعملوا له معسكر مغلق فياخدوا بس لما هنن بياخدوا بياخدوا من الأم السيرة الزاتية تبعه من الطفولة حيلو كل أبعاده بالطفولة النفسية الاجتماعية كيف ربيشو حبشوك بزا بتقرير شامل نعم هنن كمان بيشتغلوا عليه بأنه بالمدرسة ياخدوا تقرير شامل من المدرسة نعم فيما بعد في جهات تربوية بتشتغل لحتى تشوف إذا كان هذا الناشئة ضمن ورشات طبعا هذا أنهن لما بيحطوا بهذا المعسكر بيكون في ورشات شاملة لكل مجالات الحياة طبعا فهو بيشوفوه لما بيفيه الصبح وبيفطر هو لأوين بيتوجه هل بيتوجه لحتى يساعد في صناع مركبة فضائية هل هو بيتوجه للنجارة هل هو بيتوجه للاعب الشطرانج هل هو على حسن هنن بيقدروا يقيموا فيما بعد توجهوا بيقوموا وبيدفعوا نعم إنه أنت تحب هاي المهني حابب تكون في المستقبل طبيب مهندس نجار بائع نعم وبالتالي هون ساهمت مؤسست الدولة بشكل أساسي لتوظيف ومواردها البشرية بطريقة كتير مبدعة بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب جميل تنمية المكان نحن حنرجع للبيئة الأساسية تنمية المكان في البيت برجاء بلك قد ما فينا نحن ناخد مساحة البيت ونوظفها لتنمية الناشئة بحيث أنه هذا الناشئة يكون عنده مجالات لأحتواء كل قدراته وجود مكتبة بكتب انتقائية وجود قاعة شطرانج أو طاولة شطرانج موجودة دائما مفتوحة وجاهزة وجود هيك قاعة رياضية صغيرة إذا ما قدرنا نحن نودي إبننا عن نادي نعم الاعتناء فيه بكافة المجالة على فكرة فيه ثقافات للشعوب لما تجي بترجع لها بتلاقي فيها كتير شغلات جميلة صحيح على سبيل المثال ريحت مرة من مرات عن سيدي عجوز عم بتعتني بحفيدة تفاجأت انه هاي السيدي سيدي ما احترامي للجميع سيدي شركسية حاطة طبق كبير نعم وحاطة فيه كمية كبيرة من الجلو بألوان مختلفة وهو بالبابيرس قاعد وسط الجلو هاد البارد وعم يلعب فيه وياكل فلما سألتها أنا قالتلي هادا حتفتح بداخله مفهوم مفهوم ألوان الحياة بالضبط تجربة غريبة نعم تجربة غريبة كل مكانه له ثقافته فيه فيه مثلا نحن فيه شغلات ممكن نعملها مثلا انت قلم الرصاص حقه درهم بسيط ثمنه كل فئات المجتمع تستطيع ان تشتري لابنها درزا صحيح فيه كل اسبوع وما عندها مشكلة لكن اذا كان مثلا بدك تعطي ابنك مفهوم التنظيم المالي مفروض هذا الألم تعطيه مكافة اذا هو قدر يحتفظ فيه ما يضوعه ما يخربه خلال اسبوع صحيح فبالتالي بتبدأ معه بناء هذا هاي المفاهيم فالمؤسسات الحكومية بكافة اشكالها ومؤسسة المنزل ومؤسسة الحي كلها اذا كانت تضافرة والثقافة هادي ثقافة تربية الناشئة نعم ودفعهم ليكونوا ايجابيين ويكونوا بنائين بالمجتمع هذا كتير مهم انه تضافر كل الجهود وصير في وعي حولها لما تجي مؤسسة تكون شاملة تقدم هي ما تكتفي الاسرة احيانا الاسرة تكتفي بالانفاق والمبيت لابنها صحيح ما في اصغاء ما في مساعدة لا تنمية قدراته ما في توجيه ما في توجيه نعم وبالتالي هون بتصير بيئة فقيرة نعم اذا المدرسة اكتفت في انه تعلم الطالب الاحرف والدرسه وتقول له مع السلاميه منذ ما يكون في جانب له علاقة بتنمية قدراته مثل لو عمله مسابقة في المدارس يلوله للطالب عشان يعرفه اذا عنده مشاكل اسرية منزلي كيف اراه ورسم هو ببيته احيانا في طالب ممكن يرسم لك البيت عبارة عن سجن ويرسم حاله وراء نعم صحيح واحيانا في طالب ممكن يرسم لك بيته مليان ورد صح وبالتالي انت كمؤسسة تعليمية بتساهم انه ما تكون مقتصرة فقط على التعليم الاكاديمي بيصير تربوي تعليمي نعم والبيت لازم يكون تربوي تعليمي بتقديم المكتبة بتقديم الخبرات المتنوعة للطالب الألعاب الذكاء الشطرانج تودايته لنشاطات مختلفة العلاقة ببيئة المجتمع وببيئة الحارة ببيئة الأسرة الممتدة هذا كتير مهم زيارة المريض يعني هذا الجانب الإنساني والاجتماعي لمن انت بتثري واحد بيصير توزيع الوقت بطريقة كتير جميلة عند الناشئة ومليان بطريقة مفيدة بطريقة مفيدة نعم اتنين بيصير هو أكتر سعادة وحاسس بكيانه أكثر نعم فهذه الرسالة لكل المؤسسات مؤسسة الأسرة ومؤسسة المؤسسات التعليمية كتير مهمة حتى النوادي الرياضية حتى المؤسسات الراقية يشعر بأنهم اكتفي بمن حوله لا كمان المؤسسات الراقية بتلاقيهم مثلا عملوا رحلة لموظفينهم هم هم الماكتب فهنا الموظف عندكم بيعملوا يروح فعملوا له نشاطات مجتمعية نعم اتخليه بشراكة وكأنه يحس انه هاي أسرته الأخرى هاي المؤسسة اللي هو قاعد فيها فهي كتير مهمة طبعا طبعا طيب أستاذة إذا كانت التنمية الشاملة هي حالة خاصة وتتطلب جهود خاصة كيف يمكن تصنيفها في الإطار الأسري أولا وثانيا في الإطار المؤسسي الحقيقة في الإطار الأسري أنا بطالب كل أم وأب لمن يقرروا الزواج ما يقرروا الزواج بأنه يهتموا أنه هم يارتباطهم كيف هيكون تفاصيله من بيت من حفل من تفاصيل هاي اللي لها علاقة بالقشرة الخارجية لهذه المؤسسة هم لازم يعرفوا أنه هم يدخلوا مرحلة الرهبن لهذه المؤسسة وهذه المؤسسة فيها مفهوم الإيثار على الأم والأب مفهوم لازم يكون أساسي في حياتهم لبعض وللطفل اللي حيجيبه وهذا الطفل اللي لحنا منجيبه لما نقرر لحنا نجيبه كأشخاص بالغين راشدين لازم نعرف أنه هذا الطفل هو حيكون رديف بناء للمجتمع ومش ملكنا الخاص لحتى نحن نتباه جبنا ولاد حلو جبنا ولاد طويل جبنا ولاد أصير جبنا ما بيصير هذا الكلام في بناء فكري لهذا الطفل لهذا الناشئة بده التفرغ والمؤسسات الحكومية لما بتاخد أي قرار له علاقة بتربية الناشئة لازم تاخده بحرص جديد على أنه هذا القرار إيجابياته كبيرة لازم نشوف الدول الأخرى بتربية الناشئة أو تجاربها وكل تجربة شو أفرزت من إيجابيات وإيجابيات وناخد ما يتطابق من أعرافنا من تقاليدنا من خصوصية مجتمعاتنا هذا كتير مهم يعني أنا بذكر الفكرة لمدارس النموذجية في أبوظبي فرضت النموذج النموذجية في أبوظبي على الأسر تواصل شبه يوم وبالتالي هي طرقة ناقوس الخطر للأسر أنه نحن عنا مدارس نموذجية فهي النمازج يعني هاي المدارس بتطالع نمازج للمجتمع بشرية قيادية نعم فهي بحث ذاتها تنمية بشرية وتنمية ناشئة بطريقة كتير مميزة وبالتالي إدري تتخرج هاي المدارس الحقيقة طلاب كتير ناجحين وناشئة حقيقة ما في حدا يعني أنا عم بتابع ما في حدا إلا أخذ دوره بمجتمعه بطريقة ما في فشل طبعا مدارس نموذجية صراحة طلابها ما عنده نسبة فشل وهذا الشي رائع حتى النسبات المتدنية تكون نادرة ما في فشل لا يعني فيه شيء مثلا أخذ البيئة العلمية اللي هي طوب صيد بس حتى يلي قرر يطلع ممثل أو قرر يطلع مزيع أنا التقيت فيهم فيما بعد يعني طلعوا كتير ناجحين لأنه المدرسة كانت موفرة لهم البيئة الإزاعية كان عندهم يعني ليش أما إلك البيئة الحاضنة كان عندهم مثلا إزاعة مدرسية الصباحية فكانت هاي الإزاعة المدرسية الصباحية تستقطب الناس المميزين بهذا المجال وبالتالي هو صار مزيع فيما بعد صار ممثل جميل فهي البيئتين إضافة لردفات من مؤسسات النوادي الرياضية والنوادي الفكرية نعم مجمع الثقافي هاي مؤسسات الأخرى كتير مهم أنه كمان خارج نطاق المدرسة والبيت كتير مهم المؤسسات تسحب هذا الجيل هي تروح له وتسحب حبة زبت منا إذا كان تربية الناشئة اللي احنا بدنا نوظفها ضمن لأنه نحن مجتمعات لها خصوصيتها عنا مجالات بدنا الأجيال القادمة الناشئة تبدع فيها وتبتكر فيها وتتفوق فيها حبة زلو يصير مسرح أنا بعطي توصية شخصية مسرح مدرسي دائي مسرح متنقل تخصصي من قبل وزارة التربية بالتنصيق مع وزارة الثقافي فاتنيناتهم هاللون البيئتين يحتضنوا مجموعة من الممثلين والمفكرين يقدموا نمازج مسرحية ضمن نصوص هادفة فتوظف وتفتح الأفق التفكيري لطلابنا إذا كان الأفق التفكيري مثلا لمجتمعاتنا بالفترة الأخيرة على سبيل المثال صار فيه كتير هاي موجة التفكير الإرهابي إذا كان لحنا بدنا ما خلي أبدا حدا يستهدف الناشئة ويسحبها لأنه هذا العمر خطير فبنعمل هذا المسرح بيكون هذا المسرح المدرسي بيكون فيه تواصل بس بيستقطع بممثلين ممثلين ومفكرين بيشتهدوا بيتواصلوا مع المؤسسات الحكومية لحتى نشوف لحنا شو عنا مشاكل في المجتمع فهي المشاكل نبددها ونرتبها بزهن ناشئة من خلال التواصل المسرحي طيب استاذة إلى أي مدى من الضرورة يجب أن يتحل محفزي التنمية بانفتاح معرفي كما في حالة مجموعة الرواد للأعمال الحقيقة مجموعة الرواد للأعمال نموذج كثير كثير جميل ونموذج كثير كثير قيادي نعم هو مجموعة شاملة متكاملة قادراني تحتضن بيئة الناشئة وتقدم لهم مجالاتهم اللي ممكن يبتكروا ويبدعوا فيها نعم وهذا الشي مش موجود يعني نحنا منشوف مؤسسة إعلامية مؤسسة فقط إعلامية نحن استوديوهات، مايكروفون، سيناريست، معيد، كاميرات، وانتهى الأمر نعم مجموعة الرواد عاملة فكرة صراحة يعني أنا هذه الفكرة كثير كثير لقيتها مش جميلة لأنه هي فعلا جميلة لا هي فكرة قيادية قادرة على تحويل موارد المجتمع وتوظيفها نعم بطريقة كثير كثير تخدم المجتمع بكافة فئاته، بكافة شرائحه صحيح وبالتالي بعدين هي جاهزة لتصدير الفكر نعم هي جاهزة لقيادة تدفت الفكر في المجتمع نعم من خلال النموذج اللي هي عملته ومن خلال البرامج اللي هي ممكن تقدمها وتساعد الناشئة لأنه كمان لحنا ناشئة عنا بمجتمعنا له خصوصية أنه لحنا متعددين يعني متعددين الجنسيات وبالتالي أنت عندك عائلات من كافة فئات المجتمع صحيح من كافة فئات العالم وبالتالي لما أنت بدك توظفها نعم للقاعدة الأساسية اللي هي الدولة اللي هنا ينساكنين عليها وتوظفها للوفاء لهاي الدولة لازم توظف لها قدراتها ومواردها بطريقة صح المؤسسة هنا مؤسسة الرواد عاملة هي الفكرة فهي بتستقطة بكل فئات المجتمع بكل أطيافها بكل جنسياتها بتوظفهم لخدمة المجتمع مرة أخرى الحقيقة أنا بتمنى أنه يصير في تواصل بين مجموعة الرواد ومؤسسات الدولة مثل المدارس الجامعات مؤسسات الاجتماعية طبعا رعاية الشو اسمه رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رعاية كبار السن المسنين كل هاي المؤسسات ممكن نحنا نتعاون معها ونعمل فواصل تربوية إنسانية زاد بعد معرفي للمجتمع من خلال الرواد أنا بتمنى الرواد تصبح فعلا قيادية متكاملة تنشئ دراما تستقطب الدراما مستلسلات هادفة لها علاقة ببيئة المجتمع بالمشاكل اللي فيها تستقطب مؤسسات الدولة فتنشئ لهم هاي الفواصل الصغيرة سواء نعملة جرافيك أو نعملة تمثيلية كثير مهمة لحتى نقول هون في شغلة جميلة هون في شغلة عسى تكون أفضل يعني حط مثل ما بيقولوا إشارة على كل أشياء الجميلة والغير جميلة لمجتمعنا مثل ما يقولون حط النقاط على الحروب طيب أستاذة كيف تعلقين على حالة مجموعة الرواد التي فتحت الأبواب للمتسبين لها لإعمال فعل التنمية الشاملة بالمطلق هذه فكرة جريئة وشجاعة لأنه ما ممكن يعملها إلا إذا كان شخص يعيش ومفهوم مجتمع وشو مفهوم موارد بشرية وشو مفهوم الناشئة هذه يعني أنا عم أقول لك هاي المؤسسة جميلة بالمطلق لأنه بالأساس القواعد اللي أنشئت عليها قواعد إلها علاقة بخدمة وبناء الناشئة بخدمة وبناء المجتمع وبالتالي ما عادت مؤسسة نفعية نعم ما عادت مؤسسة تعني بالموارد المالية صارت مؤسسة نفعية شبه مجهنية للمجتمع وهذا اللي إحنا منتمنى في مجتمعاتنا إنه تكون في مؤسسات تعطي هذا المجتمع تساعد في بنائه وهمش الربح عنده يكون آخر همها نعم زي إحنا لما يعني هلأ حتى إحنا بتربية الناشئة بنعطي للناشئة إنه مفهوم المال بس منقله مفهوم المال شو معناته للآخر ولإلك طبعا طبعا بي بالمجموعة هذه أحاملة مجموعة قواعد يعني بالمجمل إنه إعمل خير لكن ننتبه إنه ممكن تطلقى شر شر بس إعمل خير إنت حتستمر في عمل خير نعم كن ناجح بس يمكن يخلق لك أصدقاء مزورين صحيح ويخلق لك أعداء حقيقي بس حتظلك تعمل خير صحيح حتظلك تكمل وفي المجموعة أعمل خير وعق بحر وعق بحر نعم كن ناجح وبنجاحك هذا حتكون عندك أفكار كتير مبتكرات صراحة بشموعة الرواد ذكرتني بهذه إنه أنت العقول يعني في أشخاص عندها عقول كتير مميزة وعبقرية بتقوم بتوقفها للحظات نعم عقول ناس كتير بسيطة بس مهما مهما وقفتها هي حتظلت تستمر وتكون مميزة وتكون عبقرية صحيح صحيح طيب أستاذ منا سليمان خبيرة تنمية فكرة الناشئة وتطوير الذات نبقى معنا لنرجع لمناقشة موضوع تطوير الذات مشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل ابقوا معنا أهلا بكم متابعينا من جديد وهذه المرة مع موضوع تطوير الذات ولمناقشة الموضوع تنظم إلينا مرة أخرى الأستاذ منا سليمان أهلا بك مرة أخرى أستاذ منا أهلا بك أستاذ منا ممكن تعطيني نبذة عن مفهوم تطوير الذات الذي أصبح من المفاهيم السائدة في حديث الإدارات وكيف تصفيها لنا هم عادة المادة العلمية لهذا الموضوع بتنعمل بدورات إليها علاقة بتطوير الذات ضمن منطق المؤسسات لمن أنت بتصير تشتغل بمؤسسة ما بيعطوك هذه الدورة اللي إليها علاقة بتطوير الذات بعدين بيعطوك دورات تخصصي إليها علاقة بصميم مهنتك نعم أوكي تطوير الذات لمن أنت بتأخذها وأنت تعديت الحقيقة 21 بقليل بتساهم بس أنت بتصير مثل اللي بيأخذ المعلومة بس مش هيطبقها تماما نعم تطوير الذات بيجي بإحتضان البيئة وتأهيل البيئة تبع مرحلة الناشئة من الطفولة لغاية هو ما يوصل يصير يخلص أكاديميا ويدخل المجال العام الحقيقي الورشات هذه لما بتنعمل وبينجاب علماء متخصصين بيعطوه نظريات فبيلولك مثلا إرسيم دائرة وحط المساحة المهنية قديش أنجست منها نجاح المالي قديش طموحك كان بالمال وأنجست النفسي قديش سعيد الأسري قديش أنت يعني أسرتك مريحتك فأنتي بتصير بتظلل هاد الكلام نعم بس لما بتظلل بتكون أنت الحقيقة مهما تظلل هاي المرحلة اللي تبع السؤال أنت عما تظلل من نشقتك ووعيك بالطفولة لغاية يومنا هذا لذلك الأولى أنه نحنا نساعد الناشئة نعم بأنه من وعيه بالطفولة من وقت إنجاب هذا الطفل نعم ضمن مؤسسات أسرية وتعليمية وتثقيفية تدريبية تدريبية كل ياته تكون مأهلته لما نيجي يظلل يظلل وتكون في مكاسب عالي بهذا الرسم البياني تمام دكتورة شريتش بما أننا نحن فتحنا هذا الموضوع نشوف تقرير التقرير يتعلق بموضوع تطويرا ذاتي تطويرا ذاتي لنتابع متابعينا لعزاء التقرير ونسترد لنتابع حديثنا عن هذا الموضوع لم تتقدم قيد أنملة إلى أي اتجاه في مجال عملك أو اهتمامك إلا تجعل منهج تطوير الذات خارطة طريق في مسار حياتك وتطوير الذات يجعل من فكر المرء وعاء واسع لاستقبال الجديد من المعطيات الحياتية ولأن التطوير الذات وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها الأفراد في تنمية مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم الشخصية مما يساهم في زيادة قدرتهم على التفاعل مع التطوير الذات بأسلوب مناسب جعلت مجموعة الرواد منها واحدة من تحفيذات منسوبها فبمعرفة جيدة منها لتطوير الذات بأنه مجموعة الطرق التدريبية الذاتية أو الجماعية والتي تعتمد على تزويد الأفراد بالعديد من الوسائل والأفكار التي تساعدهم على تطوير ذاتهم والزيادة من وعيهم عمدت على إنشاء مركز للتدريب لتحقيق ذلك للعديد من المهارات المهمة والتي تساعدهم على تعزيز التواصل الفعال بين مؤسسات المجموعة والأفراد المحيطين بها وبوعي المدروس من المجموعة بما يكمن في تطوير الذات من أهمية واضحة ومؤثرة على الأفراد والتي تعد وسيلة من الوسائل المهمة في التغيير من شخصية الفرد نحو الأفضل لتسارع المجموعة على تزويد منسوبيها بكافة المعلومات المهمة حول الطرق التي تدعم تطويرهم لذاتهم وتهدف بذلك إلى جعل الأفراد أكثر قدرة على التأقلم مع تطوير الذات من خلال التعرف على المتطلبات الخاصة بها والحرص على تنمية وتطوير مهاراتهم الذاتية بما يتناسب معها تعتبر مجموعة الرواد أن تطوير الذات من الوسائل الضرورية التي تساعد الأفراد على اكتساب الخبرات الجديدة حول العديد من الأشياء الحديثة لذلك تحثهم على ذلك بكل قوة وفي كل الأوقات وتعمل مجموعة الرواد جاهدة على جعل معرفة الهدف من تطوير الذات والتي تعتبر أول وأهم القواعد التي يعتمد عليها تطوير الذات تعمل على تمهيد سبله للعاملين مدركة أنه عندما يكون الفرد مدركا لهدفه من تطوير ذاته عندها يكون قادرا على التأقلم مع تطوير ذاته بما في ذلك تحديد طرق التواصل أي الاعتماد على معرفة الطرق التي سيستخدمها الفرد في التواصل مع الأفراد المحيطين به وكيفية استفادته من مهاراته الذاتية في التعامل معهم بطريقة صحيحة وإيجابية وتساهم في الوصول إلى النتائج المطلوبة من عملية التواصل لتفعيل تطوير الذات رجعنا لكم متابعينا أو مشاهدينا الكرام بعد ذلك التقرير لنتابع حديثنا مع الأستاذ منا أستاذ منا إلى أي مدى تطوير الذات هي حالة خاصة لأفراد بعينهم وما علاقة ذلك بالموهبة كتير مرتبطين ببعض نعم لأنه إذا كان شخص عنده موهبة اتجاه مهنمة نعم بطور ذاته بشكل أفوقي صوب هين مهني الحقيقة بس أنا بحس أنه تطوير الذات لازم يكون بشكل هرمي يعني أنت يقال أنه شغلتين لا يمكن نستغني عنهم اللي هم الحب نعم والعلم صحيح وبالتالي بتجي تطوير الذات ضمن هادلون الخاصيتين نعم أنه إحنا حابين هاي المهنين حابين مجتمعنا حابين المؤسسة اللي إحنا بنشتغل فيها ومآمنين فيها فمنطور ذاتنا بشكل دائم فمنسعى إذا كان في دورة تخصصية معينة ممكن تطورني فمنسعى لها حتى لو كانت الدورة فيها ببعد اجتماعي ونفسي ممكن يساعدني يصير أكفأ فبروح لها فهي هذا الشغف الشغف هو اللي بيخلي الإبداع عنا طبعا شغفنا اتجاه هاي المهنة فبيدفعنا نحو الإبداع الإبداع بيحاجة للإجتهاد الإجتهاد بيدفعنا لمواكبة مؤسسنا والمؤسسة بنفس الوقت بتكون رديفة لهذا الشغف لهذا الإبداع بأنه تقدمنا هذا الجانب من التعليم الدائم المتطور الدورات من دورات من تشجيع من خلق بيئة عمل صحية كل ياته هذا بيساهم أنه إبداعنا يظل متواصل ومنامي طيب دكتورة السؤال شوية رح يكون غريب لكن احتاج جواب من نجح في حال وجود شخص في مؤسسة هل يتعلق ذلك في تطوير الذات؟ القيادي أنت أصدك العراب ولا القيادي العراب الأسرة بتربية النشئ حتى أنت مهما بلغت من العمر يكون دائما في إلك غير أمك وأبوك شخص العراب اللي هو الجزء من روحك ممكن يكون الخال ممكن يكون العم في شخص بعمر أبوك أو بعمر الوالدي بس هو بيكون العراب طبعا جزء من روحك بالعمل نفس الشي ببيئة العمل في مرشد شخص قيادي ممكن يكون المدير ممكن نائب المدير ممكن يكون مسؤولك المباشر اللي هو همزة الوصل بينك وبين الإدارة فيكون هذا الشخص أكثر وعي محب جدا لهذه المهنة محب جدا للشراكة المجتمعية مع الأشخاص الآخرين سوري فيقدر يتابع صحيح لازم يكون عنده في فترة قاب بينه بين الآخرين لحتى يقدر يعدي هذا القاب بحاجة أنه هو يمد إيده يبادر يكون قيادي بس قيادي بمستوى الأب فيحتضن المكان ويحتضن الموظفين لحتى تقدر أنت تبلغ ذروة النجاح في مؤسستك لازم القيادة تكون بمثابة الصديق الأب القيادي بكل هاي وفي نفس الوقت يكون شخص تخصصي يعني مستحيل أنت تشتحط بمؤسسة إعلامية تجي بشخص مش تخصصي مش مبتكب مش مبدع مش مشتهي مستحيل خاصة المؤسسات الأعلامية هاي قيادة كتير مهمة للمجتمع حالها حال رديف الجيش بنفس المستوى طيب أستاذة من المناط بتحفيز الناشئة لتطوير الذات وما هي المقاومات الأساسية حسب كل مجال من واقع خبرتك المناط بتطوير الذات مؤسستين أساسياتين مؤسسة التربوية التعليمية الخاصة بالدولة نعم والقائمين عليها ومؤسسة الأسرة اللي هي خاصة بالأم والأب الأسرة النواة الأسرة الممتدة نعم للاحظات اللي احنا بمجتمعاتنا اللي صارت أقرب لل للتواصل الاجتماعي عبر النيتو وهي فصار التواصل التماس المباشر بين الناس ببعضها صار أبعد قليل قليل هذا الموضوع كتير مؤرق والمفروض ينتبهوله تنتبهوله المؤسسات الحكومية ينتبهوله الفرد بمعنى إذا كان أنا بدي أعلم كمؤسسة حكومية بدي أخذ خطوات لحتى تزيد المعرفة عن الطلاب والمعرفة بتزيد أنه هو مهنيا يختار مهنته بطريقة صح وبالتالي يصير رديف قوي لمجتمعي والابتكار عنده والعبقرية تطلع بيكون من خلال لمس الورقة وبالتالي أنا ما بمنعها الورقة على الأقل بعمل حصة كتابي طيب إذا كان الإيمان إيمان الطالب الناشئ بمؤسسته هو إيمانه بدولته ينبع أولا من خلال هذه المؤسسة مؤسسة التربية وتعالي فلازم يكون في حب وإحترام لهذه المؤسسة كيف تصير هذا الحب والإحترام تصير من خلال أنه هذه المؤسسة تجي تعمل حلقة دراما داخل المكان الدراما هي بحيث أنك أنت تقول له لا الناشئ احكي دي قصة من وحي خيالك أو اكتبها بعدين تجي تناقشه فتعرف شو مشاكله أمي هو يحبك هو يحس أنه أنت يسند وعون له عموده الفقري في الحياة أنت عم تبني علميا ونفسيا أنت ترغب أنه يكون ناجح وبالتالي هذا الناشئ يحس بالأمان الاتجاهي المؤسسة فبيوصق بالعمل المؤسسي ولما بصير جزء منه يجتهد بنفس الطريقة لازم نكون قدوي لازم نكون قدوي يعني الأسرة الممتدة والأسرة النواة تكون قدوي بعملها وتفاعلها مع بعض الأسرة الممتدة والأسرة النواة بالتعاون وبنفس الوقت لأنه المؤسسات الحكومية نفس الشي تكون بتعاونها وتضافرها وتآزرها نعم معاك فيها مصدقية وفيها جانب القدوي الأسرة النواة لما تتواصل مع الأسرة الممتدة بتعطي مثال كتير حلو لحتى ابنها يكون إنسان كتير حنون كتير جيد كتير إيجابي نعم هي ما عم تقدي واجب أنها تزور أمها أو حماتها هي عم تقدي واجب تبني ابنها الصح نعم طيب أستاذة بما أن أتكلمتي عن المؤسسة وعن التطوير الذات كيف تشوفين تطوير الذات في مؤسسة الرواد للأعمال هي كليات المؤسسة هدفها واستراتيجيتها والعمل وجوانبها كاملة إلها علاقة بالتطوير الذات نعم وإلها علاقة بالعمل نعم على خلق نشئ مميز نشئ جيد نعم المؤسسة يحطي استراتيجية العمل من خلال مجموعة الشركات الحاضنة إلها نعم كلها يأتألها علاقة بهذا الهدف نعم فهي تعني بهذا الهدف توجد هذا الهدف بالجانب الإعلامي لحتى تنقي الضوء لحتى توصل للرسالة نعم لأنه إذا كان هي فقط بدأت تأخذ المؤسسات الأخرى الرديفة للجانب الإعلامي أو الجانب الإعلامي الرديف إلها يعني هي مؤسسات متكاملة وبالتالي بتصير مثلي عم يشتغل بصمت لا كمان الشغل بصمت ما بيعلم لازم تلقي الضوء لازم توجه لازم تتكلم عن أهدافك لازم تقول أنت ليش عملت هين مؤسسين وبالتالي الجانب الإعلامي عم بيكون رديفة كتير قوي للجوانب الأخرى طيب أستاذة كيف يساعد تطوير الذات على جودة إنتاج الفرد لينعكس على مجال عمله تطوير الذات بالعمل عليه من جانب الفردي والمؤسسين بينعكس بأنه أنت تصير أكتر سعادة لأنه بتصير أكتر نجاح نعم لما بتكون أنت أكتر سعادة بتصير إنسان فعال دائماً مساحة النفس إذا كان فيها جانب التفاؤل أكثر جانب السعادة أكثر بصير إنسان معطأ أكثر بصير أدراني يكون إيجابي بيستمع يعني أنت مستحيل تقدر تصغي إذا كان عندك حزن بداخلك فما بتقدر تصغي ما بتقدر تبدع ما بتقدر تنجز وبالتالي هذا الجانب كتير مهم طيب أستاذة في مجموعة الرواد هناك دعوة مستمرة للموظفين على تطوير الذات كيف تعلقين على هكذا دعوة لأنه هي اسمها الرواد الرواد يعني القيادي نعم الفرسان وبالتالي الشيء الطبيعي إنه هم يكونوا دائمين التطلع لموظفينهم بإنه يكونوا أكثر ابتكار أكثر قيادية أكثر إبداع يعني يكونوا شاملين متكاملين نموذج للمجتمع يقتضى فيه هم يوصلوا موظفهم لهذه البيئة بالاحتضان بالمحبة بالتوعية بتقديم الدورات المميزة بالتشجيع كلها تبقى بوصل لهذا الهدف وهذا شيء جميل ونبيل طيب أستاذة إلى أي مدى حثت الإدارة للمنتسبين لها على تطوير الذات تجعل منهم فاعلون مبدعون كما يحدث في مجموعة الرواد مجموعة الشركات يلي قائمة بكل رواد فيها للرواد نعم عم تخلق هاي البيئة وبالتالي لما انت بدت يعني انت كإعلاني على سبيل المثال أستاذي بتحس إنه كيف ما تحركت كيف ما فكرت كيف ما أردت إنشاء فكرة نعم موجودة كل الرواد روافد إلها نعم وجاهزة لإلك حولك تماما انت حتتناولها فقط حتطلب وتقول أه أبغي أعمل برنامج يتحدث عن الإبداع في الخياطة مثلا نعم عن الإبداع في في مهنة التجميل فأنت عندك بيئة حاضنة منسجمة تماما مع كل تطلعاتك الإبداعية نعم أينما التفتت أينما اخترت من مهنة أينما اخترت من جانب في الحياة صحيح يعني لو أنت إجيت تكتعمل جانب معرفي حول الشعوب والمعرفة فيها من خلال برنامج سياحي حتلاقي حالك أنه أنت جاهز تأخذ هذه المادة بكل سهولة وكل يسر وبالتالي أنا أتمنى أنه بالإيام الجاي تنشط مجموعة الرواد باستثمار أفرادها الإعلاميين على خلق برامج تبين أول شيء بالدرجة الأولى تصدر فكرة هذه المجموعة الشاملة والمتكاملة لللي قادرة تكون قيادية ورديفة للمجتمع بطريقة كتير جميلة بإحتواءها عناصر وهي العناصر تطويرها وجعلها مبدعة اثنين قادرة أنه تقود المجتمع لإنشاء مفاهيم جديدة قادرة على خلق مجتمع كتير إيجابي نعم قادرة مجموعة الرواد تغير المفاهيم نحن اليوم اختيارك للمهنة يقع أحيانا بمفهوم هاديش ممكن أنت قادر أنك تكون قادر أنك تكون مميز ماديا بس هو مش حقيقي هذ الكلام المفهوم المالي لازم يتوظف مثلا بطريقة معينة يكون رقم اثنين في حياتنا قادر أنك تتميز إنسانيا مهنيا قبل ما تفكر أنك تكون قادر أنه ماديا تكون متميز طيب أستاذ بما أنك وجهت رسالتين إلى قناة الرواد يوصلون من خلالها مفاهيم وتطوير ذات وإلى آخرى عبر قناة الرواد بالرسائل ما الرسالة التي تتوجهينها لمجموعة الرواد المجتمع في الحقيقة آسف أني أقول المجتمع في مفاهيم خاطئة وهذه المفاهيم الخاطئة الموجودة في المجتمع ويلي هي نتيجة موروث نحن بحاجة نغيرها ونعطي مفاهيم قادرة على خلق مجتمع يعتز بنفسه أكثر وبالتالي هذا ممكن يقدمها إلا نموذج إعلامي مميز من خلال بيئة حاضنة جميلة مثل بيئة الرواد أنا أتمنى أنهم يغدوا دفت القيادة أكثر في هذه تصحيح المفاهيم في أعطاء مفاهيم حديثة وجميلة ضمن مواكبة البيئة التي صرنا متطورينها الأنترنت لماذا نستخدم الأنترنت؟ ما بدنا منه؟ كيف يمكن أن نعلم المجتمع؟ كيف يمكن أن يستخدم الأنترنت بطريقة إيجابية؟ مفهوم المال، مفهوم النجاح، مفهوم تنمية الموارد البشرية كلها ياتها هاي الرواد تبارك الرحمن عندهم بيئة حاضنة عندهم استوديوهات عندهم مؤسسات قائمة يعني لكافة جوانب الحياة عندهم مراكز تدريب عندهم دورات تخصصية وبالتالي هنين قادرين يكونوا رديف كتير قوي للمجتمع لخلق مجتمع كتير بناء وكتير مبدع أستاذة من سليمان شكرا جزيلا العافو الأستاذة من سليمان خبيرة تنمية فكرة ناشئة وتطوير الذات كنت ضيفة عزيزة على قناة الرواد أنا بشكر قناة الرواد على استضافتي وبشكر القائمين فيها على هالفكرة المبدعة اللي خلتهم جريئين لدرجة أنه يحططنوا كل هالمؤسسات تحت هاي الرؤية الجميلة اللي هنين عم يشتغلوا عليها نشكرك نشكرك على حسن مشاركتك معنا لا المشاهدون الكرام إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم وحتى الملتقى في حلقة أخرى للمزيد من التفاصيل زيارة موقعنا الإلكتروني www.rgroup.ee نستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة